السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبات وطالبات الصف السادس صف سادس مرحلة متوسطة إن شاء الله نبدأ معكم مادة العلوم كتأسيس يبقى تأسيس مادة العلوم طبعا دي حلقات هتبقى متتالية دايما بكتب رقم الواتس للتواصل زير 11 أربعة تسعة ستة صفرين تمانية أربعة تسعة مستر مصطفى رجب إن شاء الله نبدأ معكم حلقة التأسيس صف سادس صف سادس إن شاء الله أول حاجة في المنهج لإن التأسيس هيبقى من داخل المنهج عشان نبقى شطرين لما نيجي نذاكر المنهج التكيف 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 هذا التكيف ما معنى تكيف أبارة عن مجموعة من الصفات اللي بتساعد الكائن الحي على البقاء حيا في البيئة بتاعته تاني اللي تعرفين بالمناسبة عندنا بنقول بنية بنية أو سلوك بنية أو سلوك يعني فيه تكيف بنية يعني بنائي يعني تركيبي أو سلوكي لمساعدة الكائن الحي لمساعدة الكائن الحي على البقاء والعيش في بيئتة في بيئتة في البيئة اللي هو عايش فيه إذا ده أول تعريف عندنا بنية بنية أو سلوك لمساعدة الكائن الحي على البقاء فيه تعريف تاني برضو نعرفه مجموعة الصفات مجموعة الصفات التي تساعد التي تساعد الكائن الحي الكائن الحي على البقاء حيا في بيئتة حيا في بيئتة يبدأ تعريف التكيف التكيف العلماء صنفوه إلى نوعان تكيف بنياوي يعني تركيبي وفيه سلوك تاني أنواع التكيف أنواع التكيف نوعان سواء نبات حيوان إنسان فيه تكيف بنياوي 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 يعني تركيبي تركيبي في التركيب نفسه زي ما هنشوف في الوقت تركيب يعني منقر البط أو منقر الطائر أو التركيب بتاع الكائن الحي نفسه عشان يلائم المعيشة فيه بنياوي اللي هو تركيبي أو سلوكي سلوكي زي هجرة الطيور هجرة الطيور خلاص سلوكي سلوكي يعني إيه التعبان ما يحس بقلق بيطلع إيه السم من فمه خلاص يبقى فيه بنياوي زي تلون الحرباء كلنا عارفين الحرباية لو تحطط على لون أخضر بتبقى خضرة للحماية عشان تحمي نفسه مش عشان حاجة عشان تختفي عشان تقدر تعيش يبقى تلون الحرباء اللي هي الحرباية خلاص فيه الحشرة الورقية الحشرة الورقية جسمها شكل ورقة النبات بالضبط فما فيش حد بيشوفها زي آه تاني منقار الطائر منقار الطائر منقار يبقى الوقت التكيف التركيبي البنيوي تلون الحرباية الحشرة الورقية منقار الايه الطيور او منقار الطائر منقار الطائر يبقى دي حاجات تلائم الوظيفة عشان يقدر يحصل على الغذاء بالنسبة له يعني مش عملية الاختفاء بس او الحماية ولكي يستطيع الحصول على الغذاء السلوكي اهم حاجة واسهل حاجة هجرة الطيور لها موعد اه لها موعد وضع البيض وضع البيض بالنسبة لمعظم الكائنات التي تبيض وعش الطيور عش الطيور حاجات سلوكية لما الطيور تحس ان هي عايزة تحمي ولادها الاطفال الزوارين بتوعها فبتعمل عش للطيور على شجرة في تحت مكان مخفي كده بعيدة عن الناس فهذا سلوك ايه او تكيف ايه سلوك جيب التكيف نوعين بنياوي والسلوكي بركز برضو على الاسماء هي تلون الحرباية الحشر الورقية من قار الطائر طيب سلوكي هجرة الطيور اشهرها على الاطلاق وضع البيض وعش ايه الطيور طيب التكيف التكيف طيب الطائرة الحاجات دي ولذلك جايبين لنا فراشة بيضاء وفراشة سوداء الفراشة البيضاء في المكان الاسود تبان الفراشة السوداء في المكان الاسود ما تبانش طب الفراشة البيضاء في المكان الابيض مش هتبان يبقى دي حماية اه حماية يبقى الوقت هنا مما يكون فيه زبابة او اي حشرة فيه بلاط ابيض وفيه بلاط اسود في البيت الزبابة او الحشرة السوداء لما تيجعل البيض هتبان هتتضرب تمام لكن لما تيجعل الاسود وهي لونها اسود مش هتبان يبقى دي حماية واختفاء بسيط هل هم عارفين هزا الكلام طبعا هزي الحشرات عارف هي بتعمل ايه خلاص يبقى الوقت الاختفاء الاختفاء دي اهم حاجة في الايه الاهمية التكايف يبقى التكايف الاختفاء وتجنب لتجنب الافتراس لتجنب الافتراس ان ما فيش حاجة تفترس هزا الكائن سواء انسان او حيوان نمنا اتنين من الاهمية ايضا العيش والبقاء في البيئة بتاعته العيش والبقاء موضوع جميل ومحتاج رسومات بقى سعة الشرح ولكن احنا بندي تأسيس تأسيس يعني ايه اساسيات نكون عارفين الكلمة ما نسمعه يبقى العيش والبقاء في البيئة او في بيئتها ليعيش فيها رقم تلاتة وده مهمة الحصول على الغذاء الحصول على الغذاء اه يبقى التكايف معمول اساسا كمان للحصول على ايه على الغذاء طيب طرق حماية ده هتة مهمة جدا بقى عندنا في المنهج طرق حماية بيئة النبات طرق حماية بيئة النبات والحيوان طبعا بيقول لي في الكويت في دولة الكويت في دولة الكويت عملوا شوية حاجات او معلومات مهمة جدا جدا كتوية ان هذه الكائنات يجب الحفاظ عليها في حاجة اسمها المحميات الطبيعية يبقى رقم واحدة نسمعها كتير في السنوات القادمة اقامة المحميات الطبيعية التي تلائم بيئة ومعيشة الكائن لان الصيد الجائر وانني استولى على حاجة كائنات حية كنتعيش فيها ده طبعا بتأثر على الحماية بتاع نبات او حيوان يبقى رقم واحد اقامة المحميات الطبيعية رقم اتنين تنظيم الرعية تنظيم الرعي ما جيبش اغنام وابكار ويتنزل على ارض كويسة وشغالة تبوز الزرع كله خلاص انا الوقتي النبات لما خلاص يتم الحصاد وان انا هنضف الارض بقى واسيب الرعي يشتغل مش مشكلة الرعي بقى يشتغل بالنسبة لايه لتنظيف الارض قبل زراعاتها مرة تانية مش مشكلة خلاص لكن والنباتات لسه السمار ما طلعتش لسه الانتاج ما طلعش واسيب اي كائنات تمشي وترعى في هذه المنطقة لا طبعا نمرة تلاتة عدم قلع النباتات عدم قلع النبات كلام ده في دولة الكويت عدم قلع النبات ما عودش ايه اه شيل نباتات من مكانها وهي مزروعة وهتنتج رقم اربعة عدم قتلى او استياد ما هو ده يساعد بنسميه الصيد الجائر او استياد الحيوان او الطير الحيوان او الطير لان الناس عندهم اه بنادق عندهم بعض حاجات بيصطدوا بها الطير وهي ماشية فممكن يعملوا ايه اه يعني ما فيش حماية للحيوان والطير بقى في الحالة دي يبقى في الحالة ده ممكن هذه الكائنات تنقرض رقم خمسة رقم خمسة التوعية بهمية حماية البيئة التوعية وده مهمة في كل حاجة بالمناسبة التوعية بحماية البيئة في التلفزيون في الازاعة في اي مكان ولا كده ومحطوط في اماكن معينة لوحات يبقى التوعية التوعية بحماية البيئة وبجمال البيئة وبجمال البيئة طبعا دي برضو بتدي حاجات او بتعمل حماية للبيئة نفسها مش حماية نبات وحيوان بس وحماية البيئة بصفة عامة من التلوث دي كان اخر حاجة النهاردة ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم يبقى الموضوع سريعا كده قبل ما نختم التكيف قلنا بنية او سلوك بنية يعني تركيب او سلوك لمساعدة الكائن حي ربنا عامله ربنا عامله مش بمزاج الطائر او النبات او الانسان لذلك نباتات الصحراء مفيش مياه كتير ولكن تستطيع العيش زي الصبار زي التين الشوكي كائنات يعني الجمل سفينات الصحراء في امثلة كتير طبعا هنقولها اثناء الشرح المناهج بازن الله يبقى بنية او السلوك لمساعدة الكائن الحي على البقاء والعيش في بيئته مجموعة الصفات التي تساعد الكائن الحي على البقاء حيا في البيئة بتاعته طيب انوال تكيف في بنيوي بنيوي يعني تركيبي معنى الاساسي بتاعه سلوكي زي تلون الحرباية الحرباء عارفين بتقف على الاخضر بتبقى خضرة على الاصفر بتبقى صفرة على الاحمر ولا زلك في بعض الناس عملوا عن نت شريط كده فيه الوان بس كبير شوية كل ما الحرباية تمشي على لون بنلاقي جسمها بتلون بنفس اللون اللي هي ماشي عليه طبعا ده عشان حماية عشان تختفي منها الاعداء وما يشترطش اعداء تختفي من الناس اللي قدامها وخلاص خلاص عشان تقدر تعيش عشان تحصل على الغذاء بتاعه لان هي راح تدور على اكل حد شافها يضربها مش هيسيبها فيبتختفي يبقى في الحالة دهية اسمه تكيف ايه بنيوي او تركيب سلوكي هجرة الطيور وضع البيض عش ايه الطيور الاهمية بتاعها الاختفاء او التكيف لاختفاء من الاعداء العيش والبقاء في البيئة بتاعتها الحصول على ايه الغذاء طرق الحماية بقى طرق حماية بيئة النبات والحيوان في دولة الكويت اقامة محميات طبعية محميات لحماية النبات حماية الحيوان حماية انواع كثيرة تكات تنقرط فبنحاول نحميها عشان ايه يحدث تكاثر وايه والنمو تنظيم الرعي تنظيم الرعي يعني في ناس بيمشوا زي ما انتم عارفين برعي الابكار والاغنام وحاجات كتيرة بتمشي عشان ايه طرعة من الاراضي ما سيبهاش طرعة في ارض لسه بتطرح او بتطلع السمر بتاعتها لما المحصول يخلص اه ناس ان يجي ننزل الارض بتاعتك وفترة كده يعني ايه اسمه تنظيم الرعي عدم قلع النبات ماروحش النباتات لسه بتنتج واروح اعمل لها قلع عشان ايه زيادة الايه السعر في البيع لا اسيب الايه الفاكهة النباتات تنضج تبقى ايه كويسة عدم قتل او استياض الحيوان او الطير خلاص لان فيه قوانين يعني في بعض الدول قوانين تمنع هذا لان فيه حماية بالنسبة للحيوان او النبات التوعية بحماية البيئة وبجمال ايه البيئة موضوع جميل وشيق اشوفك على خير مصر مصطفى رجب يحييكم الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته